بتسعة تشهر من حرب الإبادة عم تصفي إسرائيل حرفياً الرياضة بفلسطين كيف؟ واحد صار الجيش الإسرائيلي قاتل 342 رياضة فلسطينة من بينهم 240 لعب فوتبول و 67 طفل بالأكاديميات الرياضية اتنين اعتقلت قوات الاحتلال على الأقل 12 لعب فوتبول بالضفة الغربية تلاتة دمر الاحتلال 42 منشأة رياضية بغزة و 7 بالضفة وأكتر من هيك حول ملاعب رياضية لمراكز اعتقال مثل ملعب اليارموك بالقطاع يلي تحول أساساً لمركز نزوح من العدوان وسق الاحتلال جرائمه بملعب اليارموك من اعتقالات ومحاولات إزلال ومعلومات عن تعذيب أو حتى عمليات قتل وتصفيات ميدانية لكل هالأسباب تقدم الاتحاد الفلسطيني للفوتبول من أدار الماضي بطلب للفيفا لمعاقبة الاتحاد الإسرائيلي أو حتى تجميد مشاركاته بفعل المخالفات يلي عم يرتكبها ومنها دعم جيش الاحتلال بحرب الإبادة ومنحه ترخيص لفرق رياضية بمستوطنات غير شرعية بالضفة وممارسة التمييز ضد اللاعبين الفلسطينيين رغم الأدلة الواضحة بعضه الاتحاد الدولي عم ينظر بالطلب ومفروض تصدر التقييمات القانونية هيدا الأسبوع بأول العدوان وعد مسؤولين إسرائيليين بتدمير غزة وتحويلها لملعب فوتبول رجعوا حولوا الملاعب الرياضية لمسرح لجريمهم ورغم هيك الرياضة الفلسطينية عمد كافي